ووشوا بقى على كواليسنا ياسر إبراهيم كان بيسخن هو ومحمود علاء بيسخنوا على الخط إما حصلت الإصابة، لعبد المنعم التنين بيسخنوا محدش عارف مين اللي هينزل أنا بس بشرح لكم الروح إزاي فمحمود علاء قال لياسر إبراهيم إنت اللي هتنزل فياسر إبراهيم قال لي محمود علاء إنت اللي هتنزل بيسخنوا بيسخنوا هم ومجموع كبيرة من اللاعبين اللي اتنين بيقولوا البعض اللي حينزل مننا محدش هيعدي اللي حينزل مننا محدش هيعدي انتو متخلين الحديث ماشي ازاي؟ محمود علاء بيقول لي ياسر إبراهيم مبارح لو حتنزل في ياسر إبراهيم قال له محمود انت اللي هتنزل ومحدش هيعدي فمحمود علاء بيقول له يا ياسر انت اللي هتنزل لو نزلت محدش هيعدي الاتنين بيقولوا كده لبعض طول التسخين طول التسخين وفي الآخر ياسر إبراهيم نزل وكان نجم من نجوم المباراة وفعلاً محدش عد ده أول حاجة ده أول نقطة محمد صلاح محمد صلاح مبارح بعد الهدف الأول الناس دائماً بعد الهدف الأول بتشعر أن المنتخب يعني إيه ممكن يتراجع منتخب الوطن يتراجع محمد صلاح مبارح قال اللعيبة داخل الملعب أول ما الهدف الأول جيه اضغط حنجيب التاني والتالت اضغط حنجيب التاني والتالت ابتدوا يقلقوا ابتدوا يغلطوا ده محمد صلاح اللي بقول اللعيبته مبارح في الملعب محمد صلاح اللي بقول اللعيبه مبارح بعد الهدف مباشرة ومنتخب مصر أول تلت ساعة بعد الهدف كان يقدر كان يقدر يجيب الهدف الثاني كان يقدر راح أكتر من مرة وكان فيه فرصة محمد صلاح اللي بقوله لكم ده محدش هيسمعه غير اللعيبه غير لعيبه المنتخب الوطني محمد صلاح مبارح وبقوله بصوت عاليه هو بعد الهدف الأول قال اللعيبته اضغطه وحنجيب التاني والتالت يعني ما كانش بيلعب امبارح ولا شغل على الهدف ما تقلقوش ابتدوا يرجعوا وابتدوا يغلطوا ده محمد صلاح امبارح داخل الملعب داخل الملعب ده محمد صلاح امبارح داخل الملعب ياسر إبراهيم امبارح أول ما نزل أول جملة امبارح قالها أول ما نزل بصل محمد الشناوي وقال له ما تقلقش محدش هيعدي ثقة وروح تفوق الخيال مش رجالة سيبكوا بقى من اللي بيتكلم الفنيات واللي بولك لا احنا امبارح ما كناش أفضل فنيا احنا ما كسبناش احنا كسبنا امبارح بالحظ اكسم بالله العلي العظيم ان اللي حظه وحش امبارح هو محمد صلاح في الهدف ان محمد صلاح المفروض كان الهدف ده يتحسيب له ويخش من اول مرة لانه حطتها تدرس بص لنص الكبال مليان خليك في ظهر المنتخب المنتخب بقى عمل مباراة كبيرة منتخب في القارة الافريقية منتخبنا امبارح احرج منتخب السنغال في اكتر من موقف وقت ممكن نتيجة تخرج غير كده في ناس تقولك اه كان ممكن نخسر اتنين طيب احنا كان ممكن نخسر تلاتة طيب ما تريز جيم ضايع واحدة عادي ايه المشتما مصطفى مضايع واحدة فين المشكلة طيب ما صلاح عم عمر جابر عنده واحدة هو انتوا ليه دايما بتبصوا للنص المليان هنوصل كاس العالم وحندعم وحندعم منتخبنا وحنفضل في ظهر كروش وحنفضل في ظهر اللعيبة وزي ما عملنا في كاس الأمم كل الناس قلت كل الناس خافت كل قلبنا جامد وقلنا ما يهمكوش حتى لو فيه فروقات في المستوى الروح والعزيمة اللي كان عليها مبارح رجالة المنتخب الوطني قدرت ان هي مبارح تصنع الفارق والحقيقة الدعم كمان من المسؤولين للمنتخب الوطني انا بقول لكم مبارح مبارح ما فيش مسؤول قاعد على الكرسي بما فيه مساعد وزير الشباب والرياضة بيلف في كل مكان في كل حتة بيروح لقول ايمين بيروح لقول اشمال بيتطمن على الناس تحتم على الناس مع اللعيبة مع المنتخب كل المسؤولين في ظهر المنتخب الوطني كل الجمهور مبارح بيقول يا رب ان الناس تكسب ما كانش ينفع ابدا الناس دي تروح زعلانة تحية كبيرة